خليني أفشي سر لأن أنا أنت بالـ 94 نعم انقبلت بالكلية أنا تخرجت قبلك بس أنتوا شنتوا بالقانون وما عدتكم نسوان بالكلية فتجون يمنا بالإدارة وقتصاد تتحرشون ببناتنا تخرج إدارة وقتصاد بغداد؟ أه والله هذا صدق لوت شذب لا أنا عايشة لأن أنتوا ما عدتكم نسوان وما عدتكم بنات فمن تكمل الدوام تجون تتحرشون ببنات الإدارة وقتصاد يعني هذا العرف وهذه العادة بقت وسارت معنا أيضا طلاب كلية القانون أغلبهم الشباب كانوا يداومون بعد انتهاء الدوام في كافتريا كلية إدارة وقتصاد وكانت كلية راقية طبعا طلاب كلية القانون كنا مجهولين بالدراسة لذلك ما كنا نهتم كثيرا بالمظاهر وكذلك الجمال لكن الجمال كان موجود في إدارة والاقتصاد والأناقة والاهتمام كان موجود لذلك نعم كان أغلب الطلبة خاصة الشباب بعد انتهاء الدوام نذهب إلى كافتريا إدارة والاقتصاد كان مقابل كليتنا صح؟ أنا سنكشف صرب جنابك خريج إدارة وقتصاد بغداد خليني أنا سنكشف لك سالفة وأنت سنكشف لسالفة نعم أول وحدة صارحتها بالكلية والله لم أصارح فتاة في الكلية لماذا؟ هذا الجمال؟ أين شوان تخبر؟ لربما السبب يعني الأصدقاء اللي كانوا معي يعرفون كان عندي انشغالات أخرى وثانيا ما كنا ننظر إلى الواقع كما عليه الآن كان لدينا صديقاته وايا زميلاته وايا وكنا يعني خاصة أخواتنا الكرديات وأخواني الكرد كانوا ملتمين حولي وحول مجموعة من الأصدقاء وكأننا نحن يعني رئيس فريق هذه المجموعة الكردية اللي كانت طيلة أربع سنوات في كلية القانون بس إنه يكون علاقة حب وبياناتنا لا لم يكن موجودا وكان علاقة الصداقة ولا مصارح أحدا وأنا هم توردت بشغلة على أخواتنا الكرديات كان أنا مشت من إدارة واقتصاد هم دفعوني على هاي اللي بنيها حلوة وكذا وروح صارحة ويجي ولا أنا هم جيت صارحة هي شيء صالفتها ما ردت مرتة الثانية ما ردت مرتة الثالثة ما ردت عليها بس تمتسم وتضحك ثيابة قولي لي شوني جواباني معجباني كذا قلت ولا كاكا ما يعرف عربي وأنا يعني أربع مرات هو المصارحة وكأنه الطالب لما يدخل للجامعة يشوف يقول لازم يكون عندي علاقة حب وعاطفة ورماسية وكذا ويبتلي بمجموعة من هذه الأجواء اللي موجودة لكن أنا دائما كنت حتى مع الأصدقاء أقول يعني هذه مرات نزوات تأتي وتذهب وواحد يركز على الأمور الأخرى كنت جدي كلش لا والله ما كنت جدي أبدا لم أكن جديا حتى في يوم من الأيام أحتي لك جبت درجة يعني فوق الجيد أو جيد جدا في قانون الدولي العام في المرحلة الثالثة أحد الطالبات خلفي جالسة قالت هذا جايب 28 من 30 لا جدي لا كذا لا يدرس ما كان يبين علينا مظاهر الجدية في الكلية في حين أنه هي جايبة مثلا كانت أعتقد 23 كذا فقالت هذا مو حق يعني قصدي حتى ما انبيع وطنيات على العالم لا والله لم أكن جديا بما فيه الكفاية كنت حريص لكن لم أكن جديا الطالب الجدي اللي دائما يدرس ويوميا وكتبوا محاضرات لا كنت يعني في الأجواء الجامعية مارست الحياة الجامعية مع الطلبة مع أصدقائي وصديقاتي بشكل كأي طالب جامعي آخر يعيشها وأستمتعد بأجواء الجامعة جيد اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة